موسيقى كان الناس مختصين في الزي وغادي فهموا اكتر مني هذا الزي هذا من منطقة سوسماسا وسط المغرب انا كان نحذر من مدينة اقاجير هو زي امازيغي اللي كي يعتمد اكتر شي على الالوان اللي كتقدروا تلاحظوها هلو الاخضار الاصفار الاحمر والازرق التاني شي اللي كيتركز عليه الزي الامازيغي هو الاكسسورات هو من الفضة وحجر اللوبان وحجر المرجان مرجان واللبان ايوة يعني هادو من الاحجار اللي هي معروفة كتير في الحضارة الامازيغية والفضة يعني هندو هما الفضة من المعادن الجد التمينة فانا اختريت هاد الزي باش نعرف بحضارة الامازيغية ونعرف تقاف المنطقة المفي المغرب اللي كنتمي لها لهذا نفس الشي اللي انا لاحظته خلال المباراة الثلاث اللي حضرت ليها مع منتخب المغرب فكنشوف انه بلدان من كل العالم البلدان العربية كلها كتشجع المنتخب المغربي بلدان مجمع القارات يعني جلسين جنب بعضهم كي يشجعوا بعضهم فكنت اجواء اللي رائعة جدا والحمد لله انني قدرت نشارك فيها ونكون جزء منها مريم ده تستاذ ثمامة تقريبا دي مباراة المغرب وكندا اخر مباراة ايه مباراة التأهل ايه وليكنت ملعب ثمامة زياش جاب جول في الدقيقة الستة او السبعة او الرابعة اسف مضموط لا انت بذكره كويس انا استعملت الميترو نمشي الملعب وماشاء الله تنظيم الميترو بتخشي بتصريب حية بطاقة حية من غير تذكرة من غير تذكرة لا 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 بطاقة هية تقول لك انك تستعمل الميترو من الميترو كان وصلوا للمحتة الاخيرة كانقوا وباسات وباسات هي اللي كانت تدينها حتى الملعب التنظيم كان رائع الضيافة كانت رائعة يعني كان الناس في كل منطقة كانت تلقى الناس اللي كيساعدونا وكيوجهونا للطراق صحيحة الدخول للملعب كان يسير صحيح انه لازم الانتظار وكانوا يعني صفوف ولكن هذا الشيء عادي بالنسبة للعدد الكبير دي المتفرجين والمشجعين اللي كانوا حاضرين لا هو صراحة بحكم انني كانشتغل بميدان الرياضة فانا مدربة 광 días لي politique وصورة يعني للزيد وكريم كرة القدم كانت تابعها يعني أحدات عالمية فبالنسبة لي الاثنين معا labour يعني تشجيع الفريق ونغتن فرصة انني كنعيش. اه يعني انت بتحبي كرة القدم في الاصل. اه. ومن اغادير بتشجعي حسنية اغادير? حسنيات اغادير. حسنيات اغادير مظلوط. حسنيات اغادير. طيب كل التحيل بكل تأكيد لاغادير واهل اغادير وفريق حسنيات اغادير عشان قاطر مريم. شكرا. الاكتر لاقطع عجبتني هو الهدف اللي كان تسجل في الدقيقة الرابعة من من كل اللاعب زياش. يعني فرحنا وخصوصا انه كنا في الملعب مشجعين مغاربة يعني كنتظروا الفوز دينا ففرحنا كذلك فاشتم الهدف التان. صابنا شوية ديال الرعب لما الفريق الكنديس جل الهدف الاول فكان احساس يعني جيد صعيب علينا ولكن الحمد لله يعني تغلبوا عليه ووفزنا بالمباراة. يمكن انا كنشوف زياش انه رمز الطفل والد الشعب. يعني احنا في الماري بتنقول والد الشعب. فلهذا القى يعني شعبية اكتر وسط الشعب المغربي مع انه تزاد في هولندا وكبر في هولندا ولكن يعني بما انه يعني طفل خلق من اسره بسيطة وكبر وكان عنده يعني ظروف قاسعة في حياته اللي قدروا يتغلب عليها بسبب الرياضة وكرة القدم بالخصوص فيمكن هذا يجعلوا يكون اقرب القلوب المغاربة. حنا فرحانين بزاف وجد سعداء اننا نكونوا مع المنتخب المغربي وحاضرين معاه. فرحانين بالناخب الوطني سيد وليد الرقراقي لانه اخيرا قدرنا نشوف المنتخب المغربي ديالنا يعني كي يعيش في روح الفريق. الحاجة اللي كنا كنا نفتقدوها فالنسخ اللي فاتت من كأس العالم. فالمدرر وليد الرقراقي قدر انه يمنح الفريق هذا الروح وقدر انه يزرع فيهم مفهوم العائلة وانه احنا في فريق كأخوة وخاصنا نتقاتلو مع بعدياتنا وكان دعي وكان دعي وانه المغربي يفوز ويكون لي ملاقب والفريق العربي اللي يتأهله. مريمتو الجمه. اكتر حاجة كانت بتتغنى في الملعب في يوم ماتش كندا جيبوها يا الولاد. جيبوها يا الولاد. ما تسمعينك كده طيب. يلا جيبوها يا الولاد. انت كنت بتعبيط يا كوندو. يعني خلاص في قوة وفيه حماس. تضالي يلا. ما يمكن ما حافظك الكلمة، هه? وانا معいて كنت يلا جيبوها يا الولاد . نغنيوها مع بعض. يلا جيبوها يا الولاد جيبوها. لا اعلى. جيبوها يا الولاد جيبوها. جيبوها يا الولاد جيبوها يا الولاد. وكان فيه كمان جوي. شو بي انا مش هسيبة. وبعدين طلع صوتك حلو. اعطيني اللحن. جوي جوي. مصبوط. فعلا صوتك جوية. صوتك حلو فعلا مش عارف ليه مكسوفة. شكرا. شكرا. كم تتوقعين نتيجة المباراة. انا كنت وقع فوز المنتخب المغربي. لما انسوش انه اللاعبين المنتخب هم نجوم على كفاءات. فهم نجوم من نجوم المنتخب. ممكن نتيجة تكون في هدفين لهدف او ثلاثة اهداف لهدفين. فالفارق ما غاديش يكون كبير. ان شاء الله. ان شاء الله. من اكتر لاعب ممكن ان تتخوف في من اعتزاله يوما ما. في المنتخب المغربي. يعني هو كل كل اللاعبين ما شاء الله يعني هم عندهم مكانة في قلوبنا. صراحة ما عنديش لاعب محدد وانما كلهم. يعني انا كنشوف انه نسخة قطر الفين واثنين وعشرين كأس العالم. هي اجمل 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 نسخة للفريق المنتخب المغربي خلال هاد السنوات الماضية. من ابرز لاعب? من اكتر لاعب تحبينه في تاريخ المغرب في كرة القدم. يمكن انا في نسخة تمنية وتسعين اكتر لاعب اللي كان قريب لقلوبنا وكنا كان نغني وليه اهازيج واغاني. هو الشماخ ودزيري. مروان شماخ. ودزيري. دزيري. يوسف الدزيري تقريبا. انت نذكرش الاسم دياله. كان معروف. جواد الزيري ايه. وفي بادو زاكي. بادو الزاكي. نعم نعم. في كاس الامم الافريقية ستة وتمانين لو انا متذكر صح كان حارس المرمى. كان هو حارس المرمى. مظبوط. لا في اسامي كتير في في تاريخ المغرب. ماشاء الله. اسامي عظيمة جدا. مريم عندك دراية بال باللغة الامازيغية? آآ شوية. يعني ايه الكلمات مسلا اللي ممكن تكون قريبة على العربي شوية? هو بالنسبة لمنطقة سوس مسا آآ آآ اللهجة الامازيغية هي شوية يعني بمقارنة مع اللهجات الامازيغية اللي كتتواجد بالمغرب هي اقل يعني صعوبة وفيها كلمات اللي كنت تستعملوها يعني اسامي عربية وكلمات عربية كنتستعملوها في اللهجة. بحكم ان والديهم مكنتموش لهذه المنطقة. انا اتزاديت وكبرت بمدينة اقادير فمسقت راسي مدينة اقادير. جيران امازيغ واصحاب وزملاء امازيغ. يعني شبعت بهذا الثقافة واعتبرتها يعني من. انت فخورة بجذورك العربية والامازيغية. نعم. وهي دي اللي بتشكل الوطن العربية. نعم. جميع الاعراق العربية تتلقى ليعيش الوطن العربي بشكله الرائع الذي دائما ما نصبوا اليه. يعني عايزين نعمل الغران فينال. ولكن بشرط تغنو معايا. اه واروكي. اي او مبروك علينا هادي البداية وما زل ما زل. اي او مبروك علينا هادي الفن بداية وما زل ما زل. ادي معا المغرب. ادي معا.